النهاردة كمان في نموذج في رأيي انه لا يقل بطولة نموذج الست الست لما بس مش الست لما بقى لغنية لا الست لما تقدم الست المصرية تقدم نموذج تضحية ونموذج انتماء ونموذج وطنية يتعلم منه الملايين دروس كتيرة سيدة مصرية النهاردة اتبرعت بمبلغ 40 ألف جنيه مش مهم قيمة المبلغ عشان فيه برضو حد يقولك يا جماعة ايه 40 ألف جنيه كل مش عايز اقوله طبعا مرغوط على قد دمه لانه كل انسان حسب قدرته الست دي كانت ناوية تعمل عمرة وبعد الارتفاع في اسعار العمرة وموضوع العمرة المتكررة والألفين ريال ومش عارب ايه وكذا وكذا بايت العمرة مكلفة ولا يستطيع هادلوقتي الا القادرون فالستة ايطلك انا معي الاربعين ألف جنيه هو وانا قادر ان انا اعمل عمرة وراغب ان انا اعمل عمرة ونيتي ونفسي ان انا اروح الاراضي المقدسة وزور بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قلتلك بلدي اولى وتنمية سينة اولى وخطاب ومناشدة الرئيس لينا بتعمية سينة وتنمية سينة كجزء منا فالحرب ضد الارهاب وتطهرها من الارهاب اولى فخلت الاربعين الف جنيه وتبرعت بيهم لسندوق تحيا مصر وقالت قالت اللي يعوزوا البيت يحرم على العمرة في طار مساهماتها في تنمية سينة تبرعت السيدة سيدات محمد اسماعيل عامر بمبلغ اربعين الف جنيه لسندوق تحيا مصر بعد ان علمت بالمبادرة التي اطلقها السندوق والتي حملت اسم سينة غالية علينا وقررت السيدة سيدات عامر تأجيل العمر التي كانت تنوي القيام بها وتبرع بقيمتها من اجل تنمية سينة من خلال صندوق تحيا مصر لتعبير عن امتنانها لتلك البطولات التي قم بها جنود مصر في العملية الشاملة سيناء 2018 وعربت عن سعادتها ببطولات الجيش المصري والشرطة والذين لم يتدخروا الغالي والنفيس وضحوا بارواحهم من اجل تحرير سيناء من المتطرفين واقتلع جدور الارهاب ايمانا منهم بدورين في الدفاع عن كل شبر من ارض الوطن مشيرة الى ان التبرع لا يعني شيء امام تلك التضحيات واكدة على ان امنية حياتها لقاء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ريم سمير الحياة اليوم